هنروح لزميلنا كريم أحمد من المغرب وفندق اللي قامة وحنسأله إيه الأخبار هناك وإيه أخبار الفريق هناك وإيه أخبار الحالة المعنوية والحالة النفسية والحالة الفنية مساء الخير يا كريم مساء الخير عليك كابتن الكبير كابتن أيمن شوق كل التحقيلك والكل نجوم للستوديو التحليلي بطمينك بقى كابتن أيمن يعني إن شاء الله بإذن الله الحالة المعنوية مرتفعة جدا والرغبة موجودة والتركيز موجود لكل لعب النادي الآلي من أول يوم الحقيقة وصلنا في الدار البيضاء وفندق اللقامة تدريبات فريق النادي الآلي يعني بقى لو بنتكلم بشكل عام طبعا على 48 ساعة الماضية ومدى جهازية لعب النادي الآلي سواء فيه التدريبين اللي كانوا على ملعب كهراماء كاليفورنيا البيضاء قريب جدا من فندق اللقامة أرضيته كانت كويسة جدا وكانت جرعة تدريبية قوية جدا لفريق النادي الآلي الحقيقة يمكن بيتسو موسيماني المدير الفني بيجهز بشكل كبير جدا لهذه المباراة كلما بنقابله على طول تلاقيه بيتفرج على فيديوهات بيفرج اللعبة على فيديوهات محاضرات مستمرة عقب وجبة الافطار يمكن الافطار بيكون عشر صباحا بيكون فيه محاضرة بعد انتهاء الافطار مع حديث للاعبين اللعبين بتجمع بعده على طول يا كابتن أيمان عقب وجبة الغداء بيكون فيه محاضرة قبل التحرك بيكون فيه محاضرة الحقيقة يمكن فيه مجهود فني كبير جدا بيبزن من الجهاز الفني بالكامل سوى الكابتن سامي أمصان مستر رابيتسو مسماني أكيد ده لعبة النادي الأهلي مش محتاجة أكيد أن يبقى فيه كلام مش محتاجة تحفيز لأنه عارفين أهمية هذه المباراة مباراة مهمة جدا وصعبة جدا هدف موجود هو كابتن أيمن أكيد إسعاد كل جمهور النادي الأهلي النهاردة اليوم كان مليء شوية باجتماع فني بقرعة طبعا الورع على الأكيد إن شاء الله تكون في مصر يا رب إن شاء الله بإذن الله دعوتنا كلها لكل لعبة النادي الأهلي نكون النادي الأهلي طرف فيها هذه المباراة لكن زي ما الكابتن أسامي قال هي خطوة خطوة النادي الأهلي عنده أولوية أولى هي مباراة ألوداد نحضر لها كويس جدا إن شاء الله ربنا يكرم ده نتيجة إيجابية تسعين ديئات تانية في القرية كلها حسابات مختلفة بشكل كبير بإذن الله كل الأمور دي تصب فيه مصلحة النادي الأهلي نهاردة كابتن أيمن كمان كان التدريب الأخير لفريق النادي الأهلي على ملعب مركب محمد الخامس اللي يستقبل مباراة الغد إن شاء الله في تمام الساعة الثامنة مساء الملعب يتسع لخمسة واربئين ألف مع وجود الجمهور الوداد كان الأمر يكون مختلف لكن الحمد لله طبعا كان الأمر المهم جدا ونتمنى أنه يكون شيء إيجابي لفريق النادي الأهلي ونستغل هذه النقطة مش يكون فيه جمهور متوجد فيه المدرجات الجمهور بيكون خارج المدرجات مجرد تحرقنا من فندو اللي قامة طبعا الطريق ممكن عشرين أو خمسة وعشرين ديئة بنقابل بعض جمهور الوداد وبنقابل أيضا كمان جمهور الرجاء جمهور الرجاء وبتتمنى أكيد الفوز لنادي الأهلي جمهور الوداد يمكن جمهور مسلمة جدا طبعا معنا أكيد طبعا كلهم عارفين قيمة النادي الأهلي ككيان كبير وكبطل أفريقيا طبعا كالعادة لكن لعيبتنا ما بتشغلش نفسها بهذا الأمر عندها تركيز وعندها هدف واحد ويا رب ان شاء الله بإذن الله كل الأمور دي تكلل بالنجاح وهدفنا يكون في التسعين ديئة ويا رب ان شاء الله يكون مع لعيبتنا لنادي الأهلي عايزة طمنك كمانا كابتن أيمن وطمن كل جمهور النادي الأهلي على التدريب الأخير وحالة كل اللعابين كان عندنا عدد كبير من لعيبتنا النادي الأهلي اللي بشتكي طبعا من بعض الكرامبات سواء في السمانة أيمن أشرف الحمد لله جاهز بشكل كبير الشناوي أداء رائع ومميز جدا تدريبين للنفات وكمان النهاردة كان أكثر من رائع محمد الشناوي كمان باجين تنظر بشكل جاية جدا محمود وحيد تفاعدل تفاعدل كابتن أيمن بالنسبة لأيمن أشرف أنت بتقول حالته تحسنت بشكل كبير يعني هل أيمن أشرف جاهز بنسبة 100%؟ أيمن أشرف جاهز بنسبة 100% يمكن أدى تدريبين على أعلى مستوى سواء أمس وأول أمس واليوم النهاردة كمان التدريب الرئيسي ظهر بشكل رائع ومميز جدا يمكن أيمن من لعيبة الرجالة عنده روح الفنينلة الحمرة وشخصية النادي الآلي دي يبان في اللعبة وهو ده الوقت اللي احنا عايزينه أكيدا كابتن أيمن أي يمكن حد عنده أي حاجة بسيطة جدا فيه تحامل كبير عن نفس جمهور النادي الآلي مئات المليون منتظر هدية البطولة ومنتظر تحديدا هدية المباراة الناوي كمان ظهر بشكل رائع ومميز ومحمود وحيد يمكن محمود وحيد كمان كان بيعاني من بعض الألام ويمكن غاب خلال أيام الماضية لكن تواجد في التدريب الأمس وأول أمس وشارج جرعة تدريبية كانت قوية واتكلمت كمان على العلي معلول رغم السفرية اللي ممكن كانت طويلة جدا ليه وعودته 11 ساعة كان متواجد في التدريب الأول لفريق النادي الآلي وخد الجرعة التدريبية كاملة ودي ممكن أشياء بتطمن جدا على العلي معلول ممكن الرجل الليع بمباريتين كان أداءه مميز جدا كنا حابين بقى أن احنا نطمن عليه كمان مع فريق النادي الآلي ذهنيا ومعنويا وبدانيا والحقيقة نطمن عليه الحمد لله كل اللعيبة جاهزة بشكل كبير جدا باستثناء بقى يعني هو الوحيد اللي بره كهرباء محمود كهرباء يعني الوحيد اللي بره غير جاهز كهرباء يعني نقدر نقول برضو حتى هذه اللحظة لم يحسم هذا الأمر النهاردة كهرباء تدرب كورة بس فردي يعني كهرباء تدريب بإمبارح أو الإمبارح تدريب بسيط جدا كان جاري حوالين الملعب لكن النهاردة كهرباء خالج جرعة تدريبية بسيطة لكن فردي بعيدا طبعا على التدريب الجماعي يعني من الواضح أنك هرباء مش هي الحق هذه المبارا بس ما عملش سبرينتات ما عملش حاجة تقيلة بإذن الله لكن لا لا يا كابتن أيمان يعني كان تدريب بسيط جدا ليه هو بس يعني نقدر نقول بداية تدريبات الكورة مع مخطط الأحمال طبعا كيبي تدريب بسيط جدا يعني بالنسبة لمحمول كهرباء لكن إن شاء الله بإذن الله مع مرور الأيام نستفيد بيه بشكل كبير جدا في مباراة العودة لكن الكل جهز الحمد لله يا كابتن أيمان لعبة النادي الآلي رجال إن شاء الله تكون على الموعد التسعين دي بإذن الله من نار قتال في الملعب إن شاء الله بإذن الله ربنا ينصر لعبة النادي الآلي ونرجع بدون أي إصابات ونرجع إن شاء الله بإذن الله بإذن الله عندنا هدف كبير في مباراة العودة أنا عايز جمعنا نوها على نقطة مهمة جدا يا كابتن أيمان وهي وجود السفير أشرف إبراهيم اللي وصل النهاردة سفيرنا طبعا هنا في المغرب وصل النهاردة ومباشرة كانت دعوة للكابتن محمود الخطيب رئيس البعثة ورئيس مجلس إدارة النادي الآلي تواجد معاه الحديث طبعا كانت عن أهمية هذه المباراة يمكن الكابتن كلم معاه طبعا عن الأمور الخاصة بيها لتأمين يوم المباراة الأمور كتب عاملة طبعا التنسية الخاصة بيه وزارة الدخلية كل الأمور دي الحمد لله يمكن الكابتن الخطيب بنفسه الطم من معالي صفير أشرف إبراهيم تسليم بقى الدروع والأمور طبعا البروتوكول الخاص ببعثة النادي الآلي كل الأمور دي كانت ماشية بشكل طيب جدا والحمد لله يعني نقدر نقول الحالة هنا كويسة جدا الأمور كلها معنا الظروف كلها معنا يا رب بقى كمان بكرة الظروف دي يكون تخدمنا في مباراة الغد إن شاء الله بإذن الله يكون ربنا معنا ومع كل لعيبة النادي الأهل يا كابتن أهل بإذن الله كريم عايزك تكلمني عن المسحة اللي عملها اللعيب النهار يمكن المسحة الحمد لله يعني ده ده شيء مع الدرابين طبعا المسحة سلبية كل بعتت النادي الأهل وده كان أمر مهم جدا يا كابتن أهل وحبين كمان ننوها على نقطة المسحة طبعا بتمر عليها 72 ساعة فعايز أقولك كمان إن شاء الله بإذن العاقة بإنتهاء مباراة الغد مباشرة هنتوجه إلى المطار بإذن الله نكون فيها القاهرة لأن طبعا كان توقيت طيب جدا نكون المسحة قبل المنشطة طبعا بـ 48 ساعة لكن عودتنا القاهرة كانت ممكن تكون محتاجة مسحة تانية لكن مع التنسيق الطبي الكامل لدكتور محمد شاوريوس اللجنة الطبية والجهزة الطبية هنا في الجهاز الفني للنادي الأهل قدرنا أن نصل لمعلومة طبعا إن شاء الله بإذن الله المسحة اللي احنا عملناها بإذن الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله مباشرة نكون في مطار القاهرة بأكدلك أن رحلة طبعا رحلة العودة إن شاء الله هتكون غدا عقب انتهاء المباراة مبشرة هيتوجه بعتة النادي الأهلي بالكامل إلى مطار الدارة البيضاء ومنها إن شاء الله تكون الطائرة يعني نقدر نقول اتنين أو تلاتة تعرف ممكن مجلس إدارة النادي الأهلي موفر طائرة خاصة فالتحديد المعاد مطروك طبعا للظروف الخاصة بها المباراة لكن حديدين معاد طبعا مبدأي اتنين ليلا طبعا أو تلاتة إن شاء الله تتوجه بعتت النادي الأهلي القاهرة لكن بإذن الله إن شاء الله همنا الكبير هي هذه المباراة ويا رب إن شاء الله بقى دعواتك ودعواتك كل نجوم للستويل التحليلي وكل جمهور النادي الآلي ربنا يكون معنا بكرة إن شاء الله ويحفظ على لعبة النادي الآلي ونقدر نسأل كل جمهور النادي الآلي انت طمنتني على حالة الملعب يا كريم بس كعايزة طمن منك كمان على حالة الجو في نفس توقيت المباراة الساعة 9 بالليل جو عندك أخباره إيه يمكن الجو فيه برودة شوية كابتن أيمان لكن بخبرتك بقى وخبرة كل نجوم للستويل التحليلي جو كورة جو كورة كويس جدا يبقى فيه جاري كتير وده اللي إحنا كنا طلبينه يعني ما فيهش حر ما فيهش رطوبة وده يمكن أمر مهم جدا الجو رائع ومماس جدا فيه توقيت المباراة تمانية مساء هنا بتوقيت المغرب جو رائع ومماس جدا فيه برودة شوية لكن جو كورة إن شاء الله يكون لعيبة النادي الآلي كل الظروف يا رب يتمنى يكون معنا الجو وتحركنا من هنا طبعا ممكن كنت بأكد على معالي السفير شخصين بكلمه طبعا يوم المباراة مهم جدا أن التأمين يكون أزيد من كده لأن من المتوقع طبعا يكون فيه بعض من جمهور الوداد خارج الأستاذ يكون طبعا جنب حفلة النادي الآلي كل الأمور دي يمكن إن شاء الله كون موفقة جدا غدا فيه تنسيق على أعلى مستوى وأكدت لك إن كابتن محمود القطيف بيتكلم وبيتابع كل خطوة مع الجهاز الفني ومع أيضا كمان الجهاز الإداري ومع الأشرف المهيم طبعا السفير طبعا مصري فيه المغرب كل الأمور دي الحمد لله ماشية بشكل مطمئن ورائع لكن يعني بنتمنى بقى التوفيق يكون معنا وبنتمنى طبعا الحكم يعني جابي ساكوزي يكون بقى موفق فيه مباراة الغد إن شاء الله بإذن الله إحنا عايزين حقينا بس يا كابتن أيمن إن شاء الله لعبتنا يعني تحافظ على نفسها إن شاء الله ويارب يكون طاقم التحقييم موفق ويدينا حقينا بس مش عايزين أكتر من كده يا كابتن أيمن بإذن الله إن شاء الله يا كريم كلمني عن الاهتمام الإعلامي المغربي بالنسبة لمبارتاي الأهلي والوداد والرجاء والزمالك الحقيقة اهتمام كبير جدا يا كابتن أيمن وده أمر أكيد يعني يخص النادي الأهلي لو كلم عن النادي الأهلي الأول منذ وصلنا المطار يعني نشوفنا عدد كبير جدا من الإعلام صحفيين مواقع الكل كان بتابع النادي الأهلي بيحاولوا طبعا هم كانوا يقضوا بعض التصريحات سواء من الكابتن سايد عبد الحفيز أو من بيتسو مسماني المدير الفني لكن أكيد طبعا النادي الأهلي عنده مهمة وكان فيه غلق تام للجهاز الفني بيئة الكامل لكن اهتمام إعلامي كبير أيضا كمان نادي الزمالك ليه اهتمام إعلامي كبير لكن بقيمة النادي الأهلي الكبيرة لكل مركز على النادي الأهلي وأيضا كمان ممكن قلنا قبل كده جمهور الرجاء أو الموليل الرجاء سواء مواقع أو صحف بتشيد بالنادي الأهلي وبتحمس النادي الأهلي على الجانب الآخر أكيد الوداد الحديث كلها طبعا عن الوداد الأمة والوداد ينتصر وكل الأمور الخاصة طبعا الأمور التحفزية والتشجعية لكن بشكل عام فيه تركيز كبير الأمور دي ما بتشغلش العابة النادي الآلي ومتشغلش الجهاز الفني لكن بشكل عام فيه اهتمام إعلامي كبير جدا هنا ثلاث فرق أكيد كبيرة جدا سواء لزمالك أو بيرامز وأيضا كمان لنادي الآلي بكمة الكبيرة كنادي القرن لكن كل الأمور دي الحمد لله يعني دار شغل كمان فيه غلق إعلامي كبير جدا يعني يمكن تعليمات من الكابتن محمود الخطيب وأيضا كمان كابتن سعد عبد الحفيز ما فيش أي صحفي بيجي فندق لقامة خاص بفريق النادي الآلي الفندق يعني يتميز زبيء الهدوء بعيد شوية عن المحيط السكني كل الأمور دي انت عارف كابتن أمم بتساعد كل اللاعبين على التركيز فقط لغير الحمد لله الأمور الإدارية ماشي بشكل كبير الأمور التنظيمية ماشي بشكل مطمئن الإدارة الفنية بقى إن شاء الله المستر بيتسو مسماني المدير الفني يا رب كمان يكون موفق في اختيار التشكيل الأمثل اللي بإذن الله يكون في 11 رجل في الملعب بإذن الله نقدر يسعده جمهور النادي الآلي ونرجع بنتيجة أجابية إن شاء الله والأصداء عندك أخبار رئيب بعد ما عرفوا المباراة النهائية بعد القرعة سوف تقام بمشيئة الله في القاهرة أمر مطمئن جدا أكيد يا كابتن أمم يعني المباراة يكون في مصر الأمر بيختلف بشكل كبير جدا تمانياتنا طبعا للنادي الآلي إن احنا نجتهد المباراة الأولى ومباراة التانية للمباراة النهائية طبعا لها حسابات فنية كبيرة جدا في مصر الأمر بيكون مختلف لكن يا رب إن شاء الله بإذن الله نعدي الخطوة الأولى عندنا خطوة أولى مهمة جدا إن شاء الله تكلل بالنجاح ويبدأ النادي الآلي يدخل في المباراة بشكل جيد بيتسو مسماني يمركز بشكل كبير جدا على التمركزات التحركات التغطيات العكسية تاكتك اللي هيقوم بيه في هدية المباراة ضغط من تلت الأمام يدخلنا في المباراة يكون جاية كل الأمور دي بيتكلم الحقيقة عليها بيتسو مسماني بشكل قوي وضقيق جدا يا رب إن شاء الله بإذن الله لعبة نادي الآلي تستوى بشكل كبير كل الجمل التكتكية والأمور الخاصة بها الفنيات اللي إن شاء الله تطبق في هدية المباراة لكن أكيد أمر بيسعد كل جمهور النادي الآلي بيسعد اللعيبة إن شاء الله بإذن الله تكون المباراة النهائية في مصر لكن الخطوة الأولى إن شاء الله شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم أحمد بالتوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله